اثارت تصريحات الرئيس اللبناني مشلعون نقلها عنه البطرياركو الماروني بشارة بطرس الراعي وتحدث فيها بأن البلد مفلس جدلا كبيرا في البلاد فقد اعتبرها البعض وصفا للواقع الذي يعيشه لبنان ويحتاج إلى تدخل للعلاج فيما قال آخرون إن المقصود بها التحذير من مستقبل قد تتجه إليه البلاد تحذير مباشر إن صح القول هو الأول بالنوعه على لسان رئيس الجمهورية ويأتي في ظل أزمات اقتصادية يعانيها لبنان فيما يراهن اللبنانيون على مؤتمر مزمع عقده في باريس في إبريل المقبل لتنشيط الواقع الاقتصادي ونرحب بضيفينا من بيروت الباحث والكاتب السياسي أسعد بشارة كما ينضم إلينا أيضا من العاصمة اللبنانية الباحث السياسي عبدالله زغيب وأبدأ معك أستاذ أسعد هل فعلا هذا التحذير الذي نقله البطريارك الماروني هو توصيف لواقع الحال وهذا التحذير يأتي من رئيس البلاد ربما لتحميل أي جهة مسؤولية هذا الوضع الاقتصادي والفساد المستشري كما كنا نقول دائما من هو في سدة المسؤولية لا يستنكر ولا يوصف الوضع إنما يتخذ إجراءات خصوصا إذا كان في موقع رئاسة الجمهورية وبالتالي بغض النظر عن حقيقة الوضع أن لبنان مفلس وهذا فعلا قريب للواقع لأن الوضع الاقتصادي والنقضي هو في اعتراف الجميع بمشكلة كبيرة بغض النظر عن ذلك السؤال هو بعد توصيف الوضع ما هي الأسباب التي أدت إلى أن يصل لبنان إلى هذه المرتبة الأمر الثاني ماذا يفعل المسؤول غير التوصيف ماذا يفعل؟ الفساد يعم البلاد وصفقات تقاسم الإدارة والصفقات المشبوهة كصفقة البواخر التي رائحتها وصلت من لبنان إلى أقاسي العالم أصبحت أمرا معروفا صفقة البواخر كيف تمر في مجلس الوزراء ولماذا الإصرار على طرحها على طاولة مجلس الوزراء وفيها مئات ملايين الدولارات من الفساد والهدر باعتراف أطراف في مجلس الوزراء الحكومة منقسمة هناك طرف يقول أن هذه الصفقة فيها هدر وفساد بمئات ملايين الدولارات ولا لزومة لها فيما الطرف آخر في الحكومة يعني الطرف الذي هو مؤيد لرئيس الجمهورية أو الطرف الحليف لرئيس الجمهورية يريد تمريرها في مجلس الوزراء هذا هو الواقع الآن يتجه لبنان إلى مؤتمر سادر لكي يستدين 15 مليار دولار هذا الدين سيضاف إلى تراكم الدين الموجود فيه فيما هذه السلطة هذه الطبقة السياسية تستمر بالنهب المفضوح تستمر في تحميل المواطنين نتائج سياستها الكارثية تستمر في التخطيط لزيادة الضرائب لتحميل الطبقات الفقيرة هول الكارثة التي هي تسببت فيها ما يقال بعد كلام رئيس الجمهورية عن أن البلد مفلس نعم تفضل ما يجب أن يقال باختصار على المسؤول أن لا يستنكر إما يتخذ إجراءات أو يرحل أو يستقيل طيب أستاذ عبد الله هذا البلد يعني الدين يتجاوز 85 مليار مرشح نهاية هذا العام المصارف اللبنانية ستواجه تخفيض الاعتمان تحديداً الديون تتجه أيضاً إلى تخفيض هذا أيضاً الاعتمان عن مدى الطويل إلى بي ماينس ما قاله الرئيس الجمهورية هو وضع الإصبع على الجرح أم هو اتهام مباشر لكل الطبقة السياسية لو بطبيعة الحال يعني لا يمكن أن يكون اتهام لكل الطبقة السياسية ولو أنه هذا المستوى من الخطاب منتشر يعني كلما اقترب الحاصل الانتخابي كلما اقتربنا من موعد الانتخابي الراديكالية في الخطاب السياسي إن كان على المستوى القضايا السياسية الخلافية أو على القضايا الوطنية ذات الارتباط الخارجي وأيضاً على المستوى الاقتصادي الكل يحاول أن يصطاد في هذه الفترة الفترة الرمادية التي يمكن من خلال رفع المشاركة الانتخابية والحصول على حاصل الانتخابي عالي والحصول على نسبة اقتراء عالية هذا أمر أمر آخر يعني لا شك بأنه ما قال أساد أسعد صحيح يعني هذا البلد مبني على فساد معقد وفساد ليس بسيط ويعني نوع من الفساد المنتظم والفساد العميق يعني في لبنان يوجد فساد عميق أكثر مما يوجد مؤسسة عميقة أو دولة عميقة ولكن روبير أنت تعلم لا يمكن أن تمر هذه الخطابات أو تمر هذه الكلمات من دون أي ارتباط سياسي على الأقل لماذا في هذا التوقيت بالذات يتحدث رئيس الجمهورية أعتقد أنها مسألة ليست بهذه البساطة ولا هي فقط مجرد محاولة استهداف للآخر أو القول بأن التيار الوطني الحر الذي ينتمي إليه الرئيس عون غير معني بتركة الفساد الطويلة في نهاية المطاف نعم من يشارك في هذا الحكومة مشارك في كل هذه الصفقات ومشارك على الأقل في التغطية أن لم يكن شريكا بالقسمة ولكن لماذا إحالت الملف الاقتصادي الآن إلى هذه المستويات من التوتير أعتقد أننا مقبلون في الفترة المقبلة في الفترة التالية للاستحقاق الانتخابي على تصعيد من الولايات المتحدة الأمريكية بما يختص الجانب الاقتصادي في محاولة السير بسياسة احتواء حزب الله في الداخل اللبناني وبالتالي هذه السياسة قد تتطلب تضحيات من بعض الأطراف السياسية وقد يكون لها ثمن لدى أطراف أخرى وبالتالي يحاول الرئيس عاون أعتقد أن يقول بأن الأولوية الاقتصادية في الفترة المقبلة قد تتسبب ببعض التغييرات أو الانحرافات حتى على مستوى التحالفات السياسية المنفست السياسي لمختلف الأحزاب يختلف في مرحلة ما بعد الانتخابات الكل اليوم يحاول أن يقيس المرحلة الانتخابية على أساس الماضي على أساس الأمس على أساس 8 أزار 14 أزار وكل هذه التسميات اليوم نحن أمام واقع جديد هذا الواقع يتبلور عبر تحالفات جديدة لا يمكن أن نقول أنها مجرد تحالفات انتخابية للحصول على نائب من هنا ونائب من هناك مع العلم أنه مجمل هذه التحالفات يعني قد تستطيع أن ترسم شجرة لا يخرج أحد منها من من يشارك في النخبة اللبنانية الحاكمة ضمن هذه التحالفات هي فساة معقدة يعني ولكن في نهاية المطاف تصل أو تصب في ذات الرواق طيب أستاذ أسعد هذا الرسم وهذا التوصيف لأستاذ عبد الله هل يمكن أن تذهور الأفاق بشكل كبير كنا في مرحلة مراوحة سياسية في لبنان هذه التحالفات التي تحدث عنها تشكل ربا مشهد سياسي جديد تراجع أسماء كبيرة وربما تقدم أسماء جديدة هل سيمنع بشكل أو بآخر هذه السرعة في الاندفاع نحو الهاوية تحديدا اقتصاديا في حال بقينا بمعزل عن عدم الاستقرار الأقليم الذي يحيد بلبنان الانتخابات النيابية برأيي وفق هذا القانون الذي أنتج داخل الحكومة بتوافق بين القوى السياسية المشاركة في السلطة يمكن أن تتصور أنه سيؤدي إلى نتائج مواضحة منذ الآن بأغلبيته الصاحقة يعني هذه القوى وضعت قانون الانتخاب يناسب ما تريد أن تحصل عليه من أحجام نيابية وبالتالي نحن مرشحون بعد السابع من أيار في اليوم التالي لإجراء الانتخابات النيابية لأن نال مجلسا نيابيا على صورة هذا المجلس أو بأقل التعديلات البسيطة يعني هذه المدرسة في الحكم والسلطة مستمرة هذه المدرسة حينما تستمر هذا السلوك حينما يستمر لا يمكن الكلام عن إصلاح لا يمكن الكلام عن تغيير سياسات جادرية لا يمكن الكلام عن ضبط إنفاق لا يمكن الكلام عن وقف الهدر لا يمكن الكلام عن إعادة وضع لبنان على الخارطة العربية لأن عزل لبنان بسبب عامل حزب الله وقتاله في سوريا ووجومه على الخليج العربي أدى إلى عزل لبنان عن أهم منفذ اقتصادي له وهو الخليج العربي هم أشقاء في السياسة نعم في العروبة نعم ولكن تربط بلبنان مصلحة كبرى بهم المدى الحيوي للبنان هو المملكة العربية السعودية الإمارات سائر دول الخليج العربي الدول العربية بمقام آخر إذن هذه منظومة متكاملة هذه المنظومة متكاملة تسعى سعت من خلال إقرار قانون الانتخاب إلى إنتاج نفسها بنفسها بعد إجراء الانتخابات النيابية ستسعى إلى إضفاء الشرعية على هذه التسوية التي أتت بالرئيس ميشيل عون رئيسا للجمهورية والتي ستأتي بالرئيس سعد الحريري رئيسا دائما للحكومة أيا كانت نتائج الانتخابات سأوجز الوضع بالآتي حزب الله يمسك القرارات الكبرى قرار السلم والحرب يحدد ما يجب أن يأخذه لبنان من مواقف على السياسة الخارجية أما الآخرون فهم أصبحوا بمثابة الحكم يعني البلدي يعني هم يختصون بالأمور الحياتية ويتلهون بتقاسم المغانم لا أريد أن أكرر أو أعدد ماذا حصل في مجلس الوزراء من تقاسم في ملفات النفط في ملفات الهاتف البواخر التعينات الإدارية التوظيف هذا كله فساد مقنع عندما تقوم الطبقة السياسية بتوظيف الألاف من دون جدوى فقط لكي تقوم بخدمات انتخابية هذا فساد واضح ومقنع واضح بنفس الوقت ولكنه مقنع متستر بالإدارة إذن نحن نتحدث عن طبقة سياسية معروفة تراتبية تقوم بتجديد نفسها وهي تقود لبنان إلى كارثة حقيقية والمفارقة هنا في كلام رئيس الجمهورية أن لبنان الذي يذهب إلى الاستدانة بشروط معينة يقول عن نفسه بأنه يقارب الإفلاس لا ينفي تهمة الفساد بالتالي نحن نذهب إلى استدانة 15 مليار دولار فيما الدول المدينة سوف تقول للبنانيين كيف ستصرفون هذه الأموال ما هي الضوابط لكي لا تذهب في مزاريب الهدر في الواقع لا يوجد أي ضوابط السلطة ينخرها الفساد وينخرها يعني محاولات الإقصاء مع المعارضة ومحاولات الإطباق على الحياة السياسية وباعتقاد لبنان للأسف يدخل الآن وبعد الانتخابات النيابية وبعد تشكيل الحكومة الجديدة في حلقة مفرغة وخطيرة طيب أستاذ عبد الله رئيس البلاد الذي تحدث عن إصلاح اقتصادي هو اليوم مع أعلان هذه اللوائح الانتخابية والبرنامج الانتخابي تحدث أيضا عن هذا الإصلاح وتطبيق الإصلاح ولكن هذا لم يمنع من تراجع النمو الذي يزيد من حدته وهو انعكاس لما تقدمه البيئة السياسية الداخلية وهي التي فعلا ترسم السياسات المقبلة للبلاد وتنكر استنعكس على السياسة النقدية والعمل المصرفي كيف يمكن لرئيس الجمهورية ما بعد هذه الانتخابات أن يوزع المسؤوليات هو الذي اليوم حذر من إفلاس البلاد وكأنه ربما يرفع عنه المسؤولية إذا ما تبعت خطابات مختلف رؤساء الأحزاب ورؤساء تيارات سياسية ومنهم رئيس الجمهورية تجد أن الجميع يتحدث عن الفساد الجميع يتحدث عن المديونية الجميع يتحدث عن نائب النفس الجميع يتحدث عن السيادة اليوم شاهدنا في مؤتمر تيار وطني الحر إعادة إنتاج لشعار حري سيادي استقلال وهذا الأمر قد يكون مضحك مبكفي في آن خاصة مع التطورات التي حصلت وما حصل داخل الفريق الذي أنتج هذه الشعارات بمعزل عن ما أنتج من سياسة ومعزل عن مسألة خروج السوري من لبنان أيضا علينا أن لا ننسى أن الأزمة السياسية الأزمة الاقتصادية في لبنان الفساد في لبنان لم تحصل مع بدايات الربيع العربي ولا مع بدايات دخول حزب الله إلى الحرب الألية السورية ولا مع انقلاب الحوثيين في صنعة ولا بعد ربما أيضا عام 2003 واحتلال أمريكي للعراق وطعاظم النفوذ الإيراني في الداخل العراقي الأزمة اللبنانية الأزمة الاقتصادية اللبنانية مستمرة منذ اتفاق الطائف الطغمة التي تركبت بالتوافق مع النظام السوري وقتها هي التي ساهمت في تحول لبنان من بلد قد يصل إلى مرحلة التعادل أو مرحلة انعدام الدين ربما إذا كان هناك خطط اقتصادية معتمدة على ما يمتلكه من ثروات حتى قبل الثروة النفطية التي قد تكون نقمة الآن أكثر مما هي نعمة لأنها مدخل جديد للصريقات كل هذه الأمور حصلت ضمن صياق طويل قبل أن نصل إلى المرحلة الحالية ولكن كل من هو مشارك في الحكم يعني لا يمكن إجابة مباشرة على سؤالك لا يمكن لرئيس جمهورية أن يتحدث عن الفساد وهو في ذات الوقت يتحالف مع من اتهمهم بالفساد في لبنان لأكثر من 25 عام ولل28 عام منذ عام 90 يتحدث الرئيس عون عن أن هذه الطغمة الحاكمة هي المسؤولة عن الفساد وهذا طبيعي لم يكن الفساد إنتاج غازي كان عام فقط وكان مجمل الفريق الذي يتولى إدارة شؤون البلاد وهو الآن هذا الفريق الذي تطور عبر تحديثات إضافة القوات وإضافة التيار الوطني الحر وبعض التيارات التي كانت محظورة بطريقة أو بأخرى في الداخل اللبناني ولكن هذه الطغمة بكاملها إما مشاركة إما مساهمة إما ساكتة والذي يسكت أعتقد أنه أيضا مستفيد على البعد السياسي يعني حتى حزب الله يتحمل مسؤولية في هذا الملف إن لم يكن مشاركة مباشرة في ملفات الاقتصادية ولم يكن له قدرة للمشاركة في الملفات الاقتصادية فهو جزء أيضا من هذه المؤسسة التي تمنح الشرعية للكيان الذي يعمل على هدر المال العام اللبناني وتحويل لبنان إلى دولة تقوم على خدمة الدين الآن الاقتصاد اللبناني يقوم على خدمة الدين جزء أساسي من ناتج القوم اللبناني يذهب إلى خدمة الدين 15 مليار رام يحكي عمنا أسعد أيضا ستضاف إلى الأرقام السابقة مع فوائدها وأن كانت فوائد محفظة وقد يكون لبنان من الدول أكثر مدينية في العالم من حيث نسبة الدين والناتج المحلي الإجمالي أستاذ عبدالله وربما هي الأعلى في العالم ولكن هناك نقطة أساسية أيضا تحدثة أو نقلها اليوم البطرق عن رئيس الجمهورية عندما تحدث عن عودة العلاقات مع السعودية إلى مستوياتها الجيدة وانتهاء الأزمة ما بعد ما حصل مع الرئيسات الحريري وكل هذا الكلام ولكن الذي يعنيه أيضا هذا الحديث أن هذا الشفتل هذا التغير في السياسة الذي يتجه التيار الوطني وفريقه ضمن التحالفات الجديدة لمرحلة ما بعد الانتخابات لصياغته يعتمد أيضا للعودة إلى أساسيات يعني ما تحدث عنه أيضا الأستاذ أسعد هو موضوع التمويل من سيمول من هو القادر على تمويل الدين هي فقط المؤسسات الدولية الدول الدائنة النادي باريس الدول العربية دول الخليج العربي تحديدا وبالتالي يجب العمل على إصلاح هذه العلاقات إصلاح هذه العلاقات لن يكون بلا ثمن على المستوى الداخلي لا أتحدث عن أثمان غريبة أتحدث عن أثمان على الأقل على مستوى التحالفات كل هذه الأمور الآن تتجه لتكوين طبقة سياسية جديدة في لبنان حاكمة ليست جديدة بمعنى الشخص بل هي جديدة على مستوى التحالفات وعلى مستوى التوجه السياسي يعني هذا أيضا ربما ينعكس على المشاركة في الحرب الأهلية السورية وملف في الحرب الأهلية السورية لأن هناك أيضا سيفتح ملف إعادة الإعمار وهذه مرحلة لاحقة يعني يمكن الحديث فيها أيضا هناك من سيقوم بعملية إعادة الإعمار إلا المؤسسات الدائنة من يمتلك المال إلى ما هنالك يعني وصولا فقط ربما خارج هذا الندي هي منظومة البريكس وبالتالي أعتقد هناك من يتلمس تغيرا ما في الداخل اللبناني هناك من يحاول الإبتعاد شيئا فشيئا عن تسويات ما بعد عام 2005 التسويات ما بعد عام 2006 وتسويات ما بعد سبع أيار في الداخل اللبناني طيب أستاذ أسعد لبنان الذي قد يتعقد الوضع أكثر فأكثر مع هذه الأزمة السياسية ما بعد الانتخابات النيابية وربما الاشتباك السياسي الذي سيحصل والحمام وفي الأسبوع القليلة المقبلة هذه الإشارة من البطريارك الماروني الذي يعني يعتبر أيضا في عدة عظات له بأن العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي تحديدا مع السعودية كانت بمثابة عمود أساسي في منع انهيار ما تبقى من الاقتصاد اللبناني أي قطوة قد يقدم عليها رئيس الجمهورية أو قد تقدم عليها أيضا الطبقة السياسية كما قال خاينة عبدالله أن هناك ضرورة لعودة العلاقات اللبنانية مع المملكة العربية السعودية ومع دول الخليج على وجه التحديد إلى سابق عهدها هذه الدول لم تسيء إلى لبنان هذه الدول كانت شريانا اقتصاديا وماليا وكانت دعم غير محدود وصمود الليرة في لبنان النقد وإعادة الإعمار في لبنان بعد حرب العام 2006 المبالغ عشرات مليارات الدولارات من الهبات الصافية من الخليج العربي للبنان ماذا قبلناهم نحن؟ قبلناهم بأن نغطي سياسة حزب الله التي تتهجم عليهم والتي تساعد الحسيين في اليمن لتهديد أمنهم وبالتالي نحن نتحدث هنا عن قرارات استراتيجية وسريعة لأن لبنان لم يعد يحتمل أنا أريد أن أختصر موضوعا في غاية الأهمية تقنيا ولكن يعطيق مثلا أستاذ روبير عن كل موضوع الفساد في لبنان تصور موضوع البواخر كلفة استئجارها كما طرحها وزير الطاقة التابع لرئيس الجمهورية كلفة استئجارها أكبر من كلفة شرائها ذهبت توقفت مرتين ثلاثة في مجلس الوزراء أرسلت إلى ديوان المحاسبة اعترض عليها رغم الاعتراض يراد تمريرها من قبل التيار الوطني الحر على طاولة مجلس الوزراء هذا مسل واحد لا يختص بطرف واحد هناك أطراف عدة مشاركين في هذه السلطة يقومون بالتناوب على المال العام هذا أفضح مثل وأوضح مثل عن أن الفساد موجود هناك فسدين في لبنان يقال هناك البلد الوحيد الذي فيه فساد وليس فيه فسدين لا يمكن أن تحدد من هو الفاسد بالتالي دعنا من التعميم على هذه السلطة على هذه الحكومة أن تقوم بإجراءات جزرية وأنا أعتقد أن القطار قد فات للأسف لأنهم منخرطون إلى الحد الأقصى في عملية التقاسم ونهب المال العام تحت كل المسميات بالتالي كما قلت في السابق نحن أمام للحقيقة نفق يمكن أن يؤدي إلى أخطار كبيرة على لبنان بالنقد والاقتصاد وبسلامة الوضع الاقتصادي في أقل من دقيقة أستاذ عبد الله بعد هذا التحذير اليوم الطبقة السياسية ذاهبة إلى مواجهة أقله في الإعلام من فضلك باختصار شديد هل هذا التحذير سيلقى أذان في الغد أم أن العجلة السياسية مستورة والمواجهة حتمية لا هذا التحذير ليس جديدا وليس جديا إن كان جديا كان يتطلب قيام ثورة على الأقل على مستوى التحالفات السياسية وأعلان ثورة على الطبقة السياسية وأحضار كافة عناصر المجتمع المدني وغير المدني وكل هذه الأمور لخلق طبقة جديدة يمكن على الأقل ضمن القانون النسبي الحالي أن تكون سهم اعتراضي في الحالة أيضا انخراط مجددا في هذه العملية الاقتصادية سيكون بعد العملية الانتخابية على منوال ما حدث في الماضي الملف النفطي سيكون أحد أكبر هذه الملفات كلها في النهاية ستصب في الرواق الذي يقوم على مبدأ صناعة دولة الخدمة صناعة مؤسسات الخدمة صناعة أحزاب الخدمات وليس صناعة الدولة المتكاملة الباحث السياسي عبدالله زغيب وأيضا الكاتب والباحث السياسي أسعد بشارة كنتم معي من بيروت شكرا جزيلا لكم